الخلاف بين حازم جواد وعلي صالح السعدي أفتر عليكم هو كتل الحزب هي من صارة كتل لأن علي الله يلحمه كان أكو شوية هجومي يشرب ويتعارك ملتقي بي زيان يتعارك ويحشي وشيخ ما يعني ما تقدر ما تربط شعر وزير داخلية حتى لو وزير داخلية شنو يعني حازم صار وزير داخلية لا بعدين حازم ما صار وزير داخلية من طلع على صالح السعدي لا لا أنا مو هدو يقول لك في أقدسة وتريدت قابلة تتشفيت وتفضل شغلة يعني شون مرة رحة تانية بشغلة لقيتين كان عشرة واقفين شنها جوة شون يشتغل ما يكوين بس يقل لها قلعوني ببعثي وغاني مثلا وطني ومن هل شنو مشكلتا ويها حازم جواد والله أنا ويها حازم جواد كلها على قضايا قيادية ما صارت لي يعني حازم شفت بقية هوجهنا اعتراضات هو كان منظر وجيد حازم كان يعتقد هو الأولى هو ما هي بعد هو من الصغير الصراع يبدأ كل واحد المفاضلة عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف البكر وصدام هاي كلها صارت كلها عبارة عن مزايدات كل من يريد إليه هاي بشكل قلت لك هذا التفضل هذا أضعف الحزب؟ نعم طبعا خلال هاي الفترة؟ كل خلاف وكل شيء برصين بيتحول قام يهددون واحد يهدد ذلك وهدي جماعة